السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا بكم في حلقة جديدة حلقتنا النهاردة عن اعادة الصياغة للمقالات الاجنبية افضل موقع تقدر تستخدمه في انه هو يعمل لك اعادة الصياغة احترافية للمقالات الاجنبية لكن قبل ان نبدأ الموضوع لازم برضو انوهل شوية حاجات احنا اتكلمنا قبل كده في جودة المحتوى قلنا يا جماعة عشان محتوىك يبقى عالي الجودة وعلشان محتوىك يبقى حصري ابعد شوية عن موضوع اعادة الصياغة لكن طبعا الناس مصممة تعرف ايه هو افضل موقع للمقالات الاجنبية في اعادة الصياغة وطبعا تلبية للمطالب دي هجبتلك الموقع مش هقدر هدرك به اوي لانه هو يعتبر احترافي ومقالاته اللي بتطلع منه مقبولة يعني معنى ان اي حد بيعمل حلقة عن ان هو بيقدم موقع اعادة الصياغة بيدر الناس او يعتبر بيدر الناس انا واحد من الناس قبل كده قدمت لك حلقات كتير خاصة باعادة الصياغة ممكن يكون ده عشان كنت انت مبتدئ يعني ببادئ في المجال لسه لكن بعد ما احترفت خلاص السباك بقى من اعادة الصياغة لكن بعض الناس مصممة انها هتعرف ايه هي الافضل المواقع وانا النهاردة جبتلك افضل موقع اعادة الصياغة وتعتبر مقالاته مقبولة لحد ما في يعني تعييه الدخل او فئات سنزب صفا عم برضو بنوه في الاخر بقول انه حتى جودة المحتوى او المحتوى الحصري ما بيبقاش اعادة الصياغة بيبقى من ابداعك الشخصي من ابداعك انت خلاص عشان الحلقة ما تتولش معنا هنبدأ نشوف الموقع بقى دلوقتي اللي احنا جايبينه معنا النهاردة الموقع هيبقى هو ببساطة الموقع ده هتيجي تفتح الصفحة الرئاسية سيبلك الروابط في الوصف تحت الفيديو هتلاقي الموقع ده اول رابط هتخش عليه من هنا كده بعد ما يفتح معك بالشكل ده كده هتبدأ تحط المقالة بتاعتك في الجزء ده يعني انا مثلا ان انا عندي مقالة في موقع الصباغ الاجنبي اي مقالة هاخد منها جزء كده او هاخد مقالة كلها بالكامل مثلا اعمل لها نسخ واروح على موقع عادة الصياغة ده بالشكل ده كده واروح هعمل بسط هنا كده ده المحتوى الاصلي او الاساسي اللي انت هتشتغل عليه وتعمل للاعادي الصياغة ممكن تختار الاختيرة ده ممكن تختار الاختيرة الأخير انا هاختار مثلا الاختيرة التاني ده بيعمل للاعادي هيكلة للجمل والكلمات وبيغير في شكل الجملة شوية انا اخترت الاختيرة التاني ده ودوست على اعادي الصياغة هيبدأ يحمل معاً دلوقتي وهيجب لي النتائج بيعد بنسبة في المية كده وهيلون لك الكلمات اللي هو قال لك انا غيرتها في المقال بصفة عامة شفت الكلمات اللي اتغيرت دي كل الكلمات الملونة اللي انت شافة قدامك دي دي اللي اتغيرت في المقال انت هتعمل ايه بعد كده? هتيجي هنا اتعلم على اه النص ده كله وتاخده وتروح تعمل له فحص. انت عاوس تتمن ان هو حصري عاوس تتمن ان هو اه حصري ليك انت. احنا عندنا موقعين بنفحص بهم الحصرية زي ما اتفقنا الموقع ده وفي موقع كمان اللي هو نفس الموقع اللي احنا اشتغلنا عليه اللي هو الموقع ده هنبدأ نفحص في الموقع نفسه حاصرية المقال عشان نعرف ان المقال ده موجود منه على الانترنت تاني ولا لأ ولا حاصري لينا احنا بس ولابد من فحص الحاصرية بعد كل مقال بعد كل مقال انا عملت فحص هنا كده ومستني جيب لي النتائج وعملت فحص برضو هنا في الموقع التاني ومستني برضو يجيب لي النتائج بناء على النتائج دي خلاص انا هتطمن وحطها في موقعي لكن راعي انك تزبط موضوع الغلطات الاملائية لو فيه اي غلطة املائية موجودة في المقال ما تترددش انك تعدلها وهقولك بالاداة اللي انا باستخدامها دلوقتي وانا شرحتها قبل كده في حلقات قبل كده سابقة هنا وصل 6% حصري لسه بيكمل اهو ممكن يوصل كمان معك 100% بالفعل وصل 100% حصري يبقى كده المقال ده بقى بتاعك انت خلاص 100% حصري بالنسبة لك المقال خلاص بقى كامل بتاعك وزي الفل لكن فيه بقى بعض الحاجات انا بقى لما اكون وقف هنا كده في المقال نفسه وحبب ان انا اشوف الاخطاء الاملائية او غلطاته الاملائية في المقال نفسه باجي بانسخه برضو ز Bennett ساخته كده وهاجي من بره خالص وهحط المقال هنا كده وابدأ اشوف الغلطات الاملائية اللي متعلنلي علامة العلامة اللي تحت منها دي معاناها ان انا اقاف عليها كده وغيرها بالشكل ده كده. الاداة اللي انا باستخدامها دي الناس كلها عارفاها واحنا شرحناها قبل كده اللي هي بتعدل او بتصلح الاخطاء الاملائية. وبرضه هسيب لك هسيب لك الرابط شفت الاخطاء الاملائية دي كلها انا بصلحها دي كلها. بعد ما صلحتها هاخد المقالة تاني. هنسخها كلها تاني. واخدها هيبقى انا كده عند المقالة دي مفيش فيها اي خطأ املائي علشان تبقى مقبولة في جوجل ادسنت. هاخدها نسخة كده وخلاص جاهزة معايا. هنزلها بقى في ملف تيكست اجهزها. هروح بقى موقعي مثلا اعمل لها عنوين فرعية. اروح اعمل لها صور. كل اللي نعاوز بقى فيها ازبطها بحيس انها تبقى وغدا طابع او وغدا اه اتبع الشخصي الموقع يعني في التنسيق بصفة عامة. عملت المقالة. خدت المقالة. رحت عملت لها اعادة الصياغة. بعد ما عملت اعادة الصياغة رحت كشفت او اعملت لها فحص حصرية. طلعت حصرية مية في المية. بعد ما طلعت حصرية جبتها تاني وعدلت فيها الاخطاء الاملائية. انت بقى ووسلتك اللي انت بتستخدمها. يعني موضوع تعديل الاخطاء الاملائية او مثلا اه ممكن ما تستخدمش الاداة اللي انا باستخدمها. ممكن تستخدم اي اداة تانية. وبكده يا جماعة احنا كده وصلنا لنهاية الحلقة وعرفنا انه موقع يقدر يعمل لنا افضل اعادة صياغة. طبعا في موقع اجنبية كتير جدا. لكن انا بجيب لك السهل وبجيب لك المضمون واللي انا شخصيا استخدمته في يوم من الايام. ويعتبر مقالاته مقبولة في جوجل ادسنس. لكن اللي انا بنصحك به برضو. وقلتها في اول الحلقة. دايما دور على انه محتواك يبقى حصري مليون في المية. هتجيب مقالات بقى من موقع ارشيف هتشتري مقالات هتكتب بنفسك يبقى ممتاز جدا. هتكتب بنفسك يبقى انت اه برينز. طيب انا مش عارف اكتب في اللغة الانجليزية وفي نفس الوقت عاوز اعمل مدوانة اجنبية. انت بتضغط نفسك في الجزئية دي لان انت لغتك الاساسية العربية. ضغط نفسك في لغة تانية. طيب اخلاص. حاول بقى يا اما تنشئ مقالات بان انت تشتري مقالات يا اما ان انت اه تعمل محتوى تجيب محتوى من موقع ارشيف عشان يبقى حصري. وموضوع عادل صياغة تخليه في اخر حساباتك. مهمين قصدي? خلي عادل صياغة يا جماعة زي ما اتفقنا في اخر حساباتك. لان معظم الناس شغالة بيها. وده مش داعي ان جوجل تقبالك في تحقيق الداخل لانه يعتبر محتوى غير زقيمة. ليه? لو انت مستخدم موقع تاني غير الموقع اللي احنا قدمنا النهاردة. هتلاقي ان قاعدة الصياغة بتاعته مش مفهومة. لو جيت ترجمت الجمل كده. بالشكل ده كده. عملت ترجمة عادية عشان تشوف. اه وجيت تقرأ الكلمات كده بالعربي حتى او بالانجليزي لو انت يعني لك في الانجليزي هتلاقي الكلمات او الجمل مش مفهومة. فاهمين قصدي? لكن لو جيت بعد ما استخدمت الموقع ده هتلاقيها الى حد ما معقولة. ومقبولة ان شاء الله. حابب بس يا جماعة اقول لكم على الحاجة موضوع الحلقة الكاملة الخاصة بان انت ازاي تكتب في مدونة اجنبية هنعملها قريب. يعني انا هعمل حلقة كاملة ازاي اه بعد ما تنشئ مدونة اجنبية هتكتب فيها مقالات. وبطريقة سهلة جدا وبسيطة. للمحترف ممكن يشوفها واستفاد منها وحتى المبتدئين ان شاء الله هتعرف ازاي تكتب وتدون في المدونة الاجنبية. وازاي تعمل اقسام زي الاقسام دي كده وازاي تملاها مقالات بالشكل ده كده. وفي اسرع وقت ممكن ويتقبل في تحقير الدخل. الحاجات ده كلها هنعملها في حلقات جاية ان شاء الله. ممكن تبقى حلقة واحدة او ممكن تبقى اتنين على حسب لسه هنشوف اه الموضوع بالنسبة لنا. ملخص حلقتنا. الموقع اللي انا سبته لابدأ استخدمه على ضمنطي ان شاء الله. لكن اه زي ما اتفقنا حاول بعد ما تعمل اعادة الصياغة تخش على المقالة بتاعتك وتتعدل الاخطاء الاملائية. يعني ابسط شيء هتعمله انك تعدل الاخطاء الاملائية. الرابط كلها سبها لك في الوصف تحت الفيديو. وفي نهاية الفيديو اشكركم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.